من يصدق أن هذه التحف الفنية الجميلة كانت قذائفاً ورصاصات أفقدت الكثيرين حياتهم أو حياة أحبائهم إرادة الحياة تعيد تدوير الموت فتصنع الجمال فاتن ليست أول سيدة سورية ولن تكون الأخيرة على هذا الطريق الطويل طريق تحيل فيه مخيلة السوريين والسوريات تفاصيل الحرب واحات من الأمل حجرنا من الغوطة بسبب القصف والدمار والطيران اللي صارت ضرب علينا أدينا هون على الشمال عايشة أنا وأخواتي وأولاده من أنا وصغيرة بحب الرسم بحب الفنون الجميلة بشكل عام درست للتاسع دخلت حلاءة نسواني صرت أشتغل كوافيرة بعدين صرت شوف هيك يعني شغلات أرسم عليها على الزجاج على المرايا حتى أجينا لهون جينا على بيت فيه قذائف صرت شوفها هيك بالأرض حديد صرت جيبة بخة وأرسم عليها وأعمل منها زخرفة أو لمبادير أو فانوس فكرة غريبة وحلوة بنفس الوقت وأنه بتزين كمان البيت يقال إن الورود لا تنبت في تربة مالحة فكيف في بقايا المقذوفات وفوق البارود مخلفات حرب دامية أراد أصحابها حرق الأرض والبشر إلا أن للسوريين والسوريات رأي مخالف